موسيقى موسيقى حقيقة مع الهواء مباشرة من استيديوهات 218 نيوز في البلاد ماذا هو الوضع اليوم؟ في ليبيا على مستوى الوضع الميداني على مستوى الوضع العسكري على مستوى الوضع السياسي الوضع المحلي المستوى الدولي والمستوى الاقليمي الناس كلها تسأل اليوم ماذا هو الوضع الآن؟ على المستوى العسكري المستوى الميداني مازالت الاشتباكات المسلحة العنيفة مازالت مستمرة بين قوات الجيش الوطني وبين تحالف الوفاق اللي يضم المجموعات المسلحة المختلفة مازالت الاشتباكات المسلحة العنيفة وهناك يوضع بالإحلالة التي نفعلها الآن مازالت مستمرة ومازالت متواصلة لكن المهم الآن في كله الذي يذكر في البلد هو شكل الموقف الدولي والموقف الإقليم بحكم أن التجربة الليبية طبعا تم تدويلها والأزمة الليبية تم تدويلها以 الخارج المهم شكل الصدى السياسي الآن للمعارك المستمرة في الأرض والواقع الميداني هناه صدى سياسي دولي وإقليمي المعارك اللي دائرة الآن جنوب العاصمة الأطرابلس الصدى الإقليمي ودولي في الدولي والعالم قاعد كل الآن يتابع في المعارك بين الجيش وبين المجموعات المسلحة في طرابلس نحن قاعدين في ربع شهر الجواب بشكل مباشر هو أن انقسام الأسرة الدولية بخصوص ليبيا مازال قائم مازال مستمر ما فيش أي رؤية مشتركة ما فيش أي وجهة نظر واحدة متماسكة بل أن الرأي اللي قاعد يقول والله العالم اليوم كله قاعد قاعد يتابع في المعارك جنوب العاصمة بين الجيش وبين المجموعات الوفاق ربما حيكون رأيي غير دقيق لأن راه العالم والقوة الكبرى عندها أولويات ثانية عندها قضايا أكبر وأهم في قضايا أخضر في الشرق الأوسط الآن في قضايا أخضر في أوروبا هذا مش معناه طبعا أن ليبيا والأزمة الليبية شيء غير مهم لكن في أولويات وفي أولوي وفي اهتمامات متباينة اهتمامات مختلفة عند الدول كل دولة بحسب مصالحها الاستراتيجية على كل حال الموقف الدولي هو نفسه في خلال الأربعة شهور تقريبا ما تغيرش فيه أي شيء ما فيش أي شيء جديد أو تغيير نوعي أقصى شيء ممكن تقدم الدول اللي هي مؤثرة في سياسات المنطقة أقصى شيء ممكن تقدمه هي قضية الدعوة لوقف إطلاق نار غير مشروط الجملة اللي يردد ويكرر فيها الجميع غير مشروط بانسحاب أي قوة من أي مكان ممكن يكون عندك زي الخط الفاصل خط وقف إطلاق نار هذا مشروع اللي يشتغل عليه المجتمع الدولي وفيه أخبار أخبار صحفية وفيه تقارير أممية قادة تتكلم الآن تحكي ربما عن تغيير تغيير في شكل تمثيل البعثة الأممية للدعم في ليبيا عشان هي تقدر تدير دور أكبر وتؤدي دور أكثر فعالية في ليبيا خصوصاً لأنه قضية وقف إطلاق النار لما تمكن تكلم على وقف إطلاق نار لما تحكي وتكرم على القضية هذه بشكل تفصيلي لا بد أنك أنت تتكلم عن هيئة محايدة تراقب تشرف على وقف إطلاق النار في حالة أنه صارم بان مشروع وقف إطلاق النار هذا طبعاً على مستوى نظرة المجتمع الدولي للواقع الميداني المجتمع الدولي يراه الآن في قضية واحدة اللي هي وقف إطلاق النار على المستوى السياسي لو تريد تحكي الآن على جانب سياسي ورغم أن الاتفاق السياسي الاتفاق الصغيرة مازال هو الإطار السياسي الوحيد اللي يشكل في العملية السياسية في ليبيا ورغم هالقصة هذه كلها رغم ذلك تقدر تقول بنوع من الثقة ومن خلال لما أنت جيد تشوف لما جيد تشوف وتقرى المواقف السياسية للدول المهتمة بليبيا الدول اللي فاعلة في ليبيا لما جيد تشوف والله يقول خلينا نتأمل الآن العمل السياسي للدول هذه دور البعثة الأوبامية لما جي تاخذ هذا كله شن حتشوف حتلقى وتجد أن الاتفاق السياسي أصبح من الماضي لما تتكلم عن الواقع صحيح أن المجتمع الدولي ما عنداش بديل آخر لكن الاتفاق السياسي عمليا ما لاش وجود اليوم أغلب الدول قادرة راهي تتعامل مع المؤسسات المدنية اللي تقول عليها حكمة الوفاق أنها هي كيانات أو أجسام موازية نتكلم على الأجسام السياسية الموجودة في الشرق طبعا البرلمان بحسب الاتفاق السياسي وبحسب لغة الواقع ظرف شرعي قاعد يتعامل معها الجميع من البداية من سنة 2014 لكن نحكو الآن عن الحكوبة المؤقتة نحكو عن البنك المركزي الموجود في بنغازي شفنا أيضا شغل كبير شفنا سلسلة واسعة لقاءات واسعة دارتهم البعثة الأممية في الشرق وشفنا عملية زي عملية توسعة للمشاركة السياسية اللقاءات اللي يدير فين ستيفاني يوليمز وغسان سلامة ودراهم كلنا في الشرق في خلال الشهر اللي فات بالتالي نحن قاعدين نشوفه الآن إن البعثة الأممية قاعدة تتعامل مع الجميع هذا يردك لوضع أشبه بوضع 2014 راه قصة الاتفاق السياسي وحاكمته لوثاق المعترف بها دوليا تقريبا هذا كله أصبح من الماضي راه حتى الاتفاق السياسي الاتفاق السياسي اللي يدير فيه الدول وترعى فيه الدول ومنظمات الأمم المتحدة ماهوش قرآن منزل أيضا ماهوش نتيجة في نهاية الأمر وفي نهاية المطاف وفي البداية قرار سياسي دولي لما الإسلاميين في ليبيا جمعات الإسلام السياسي رفضت نتائج الصناديق رفضت الديمقراطية رفضت خيارات الليبيين قالت ما عندناش بها شغل جاء العالم عشان عادي يحلها المشكلة هذه بقرار سياسي مش بالديمقراطية باتفاق سياسي هذه توضح أن أولوية الدول أولوية الدول الكبرى اللي دائما ترفع في شعار الديمقراطية توضح أن أولويتها مش أن ليبيا تكون دولة ديمقراطية لكن الأولوية دائما عندها الاستقرار لو كانت الديمقراطية فعلا شغلتهم وكانت هي الهاجس ومشروع دماغلت المنطقة إلى آخرة لو كانت الديمقراطية هي الهاجس كانوا مشوا في اتجاهات أخرى صارمة تحمي الديمقراطية الليبية الفاتية في 2014 إذن نحن نتكلم على اتفاق سياسي جاء بقرار سياسي دولي وجاء معه الاعتراف الدولي بحكمة الوفاق الاعتراف الدولي اللي أيضا أصبح أصبح من غير معنى حكومة الوفاق معترف بها دوليا بعدين شنو اللي بعدها هذه رهو أصبحت زي النكتة لو كان العالم الآن معترفين حقيقة وواقعا والتزاما راههم وقفوا في صف تحالف الوفاق اللي يجمع مهربي البشر ومهربي الوقود ومجموعات المسلحة ومجالس الشورى وبعض العسكريين النظاميين والسياسيين اللي هم متحالفين مع مجموعات المسلحة من ثمان سنوات إلى آخرها القصة التحالف والطيف الغريب العجيب اللي قاعد يقاتل مع حكمة الوفاق راهوا حتى الاعتراف الدولي إذن تتكلم على اعتراف دولي الاعتراف الدولي هو اعتراف مشروط لا فيش حاجة بالبلاش بل كي السراج أو ما تبقى من المجلس الرئاسي بل كي هل نصى ضمي لسبب ما يعتقدوا أن الاعتراف الدولي هو موقف دولي يقعد للأبد الاعتراف الدولي موقف سياسي نحب نوضحه لكم موقف سياسي مرتبط مقترم بجدول زمني بمجموعة الاتزامات لازم ويجب وينبغي أن أي حكومة جابه اعتراف دولي أنه يتوفي بها تلتزم بها الالتزامات اللي يتكلم عليه المجتمع الدولي شو انحققت منه حكومة الوفاق في أربع سنوات إذا حكومة الوفاق في الأصل انحرفت بالكامل عن مصر وظيفتها الرئيسية اللي هي بين جوسين بين مزدوجين خلق توافق بين الليبيين على أرضية مصالح وطنية مشتركة هذه الوظيفة الأساسية والرئيسية لحكومة الوفاق خلق توافق بين الليبيين تكون حكومة وفاق تجمع كل الليبيين تمثل المصالح كل الليبيين تهيالي راه معاش أصبح سر أن حكومة الوفاق تمت جزء من الأزمة الجميع يعني أحكي فيها وأصبح معاش لها أي علاقة بكلمة وفاق أو توافق إطلاقا لأنها ببساطة ما هي حكومة توافق هل قدرت حكومة الوفاق أن هي تنجز أي شيء من التزاماتها الموجودة في الاتفاق السياسي الجواب صفر الترتيبات الأمنية صفر بشهادة بشاغة قبل الحرب وزير الحرب الحالي في حكومة الوفاق ترتيبات المالية والإصلاحات الاقتصادية صفر لأن عندك مسلحين وعندك فساد المصالحة الوطنية أيضا صفر أنت لما تجيشوف الآن اتفاق سياسي وحكومة معترف بها دولية مرة تقول والله نحن في تجربتنا الليبية هذه شن محتاجين محتاجين لناس مش بس هي ناس تكون كفاءة مش محتاجين لكفاءات فقط لما تحكي على فرصة ثمينة راحت علينا بالبلاش في أربع سنوات ثلاث سنوات أو أربع سنوات مدرناش فيهن أي شيء مدرتش فيهن الوفاق أي شيء أنت ما تحكيش على كفاءات أنت محتاج لناس بقدرات استثنائية مرحلة انتقالية خطيرة مش حكومة تيجي تدفع في ملايين للميليشيات حكومة بوزارات فاسدة على رأس الوزارة الخارجية الوفاق متاع سيالة كلها فساد ومفسدين وفسدين باستثنائات نادرة فقط سوق بروحة السفارات السفارات والقنصليات الليبية في كل أنحان عالم سوق قائم دولة للفساد بورصة للنهب بورصة لنهب الأموال بشكل منظم النهب المنظم والنهب الممنهج نهب الأموال الدولة الليبية إذن أنت تحكي الآن على اتفاق سياسي صارت فيه مشاكل صارت فيه قصص واجدة من البداية لما تحكي على اتفاق سياسي وترتيبات أمنية وقصة طويلة عريضة ما تمش الالتزام به الأهم وهذا هو المهم الآن إنه يوم 4 أبريل بعد وصول الجيش لجنوب العاصمة ترابلس تغيرت المعادلة الآن المعادلة الأمنية بالتالي لما تحكي وتتكلم وتقول والله الواقع الأمني اختلف والمعادلة الأمنية اختلفت إذن عندك معادلة سياسية جديدة تحكي على واقع أمن جديد وواقع سياسي جديد بعد 4 أبريل النسخة القديمة من الاتفاق السياسي الآن نسخة غير مناسبة النسخة الحالية الآن أصبح الاتفاق السياسي تم كأن كأنه شيء مفرغ من معطيات الواقع لما تكلم بعد 4 أبريل نشاط البعثة الأممية أيضا لما تجي تراقب كيف تشتغل البعثة الأممية في ليبيا حتجد البعثة الأممية ماشية في اتجاه خارج تفاصيل الاتفاق السياسي حتى موقف الدول الكبرى خارج الاتفاق السياسي يشتغلون لما تحكي عن اتصال لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع القائد العام للجيش الوطني وحتكلم على حديث عن مكافحة الإرهاب وتعاون أمريكي ليبيا على مستوى مكافحة الإرهاب والأهم طبعا أن الرئيس ترامبول قائد العام للجيش تكلم وحقه على قصة مهمة جدا وقضية هم العالم تأمين الموارد النفطية إذن أنت الآن تفاصيل كلها خارج الاتفاق السياسي تحكي عن اتفاق السياسي واعتراف دولة بحكمة الوفاق الآن تقريبا هو هو العدم سوا عشان الواحد يكون موجود في الواقع الليبي بالضبط الواقع واقع علاقات الدولية وكيف الدول والمجتمع الدولي بلاش مجتمع الدولي خلونا نقوله الدول المؤثرة ومخرطة والمهتمة بملف الأزمة الليبية عشان نعرف كيف تتعامل بالضبط اعتراف دولي هو والعدم سوا هذا باعتراف رئيس المجلس الرئاسي لحكمة الوفاق فيز السراج قالها في اكثر من مناسبة قال المجتمع الدولي تخلى عننا المجتمع الدولي خذلنا الى اخره من تصريحات فيز السراج لكن شين كان يتوقع رئيس حكومة مدرتش ولا خطوة في اتجاه جمع الليبيين بلاش يسيدي الليبيين بلاش ليبيا يريتم غير الحكومة هذه حكومة الوفاق اشتغلت بشكل جيد بشكل شجاع وحقيقي في العاصمة طرابلس يريد دارت او اعطت نموذج يحتذبه على مستوى امني على مستوى اقتصادي كلام هذا كله جاب حديثنا عن موقف الاسرة الدولية المنقسمة بخصوص ليبيا المجتمع الدولي الان وهذا اللي قاعد يتم الحديث عليه محتاج الاتفاق سياسي جديد بشروط جديدة بشروط مختلفة قاعدين رحون تكلم ونحكو على عملية سياسية قادة مشي بالتوازي مع مشروع الجيش الوطني في العاصمة طرابلس استكمال لمشروع الجيش الانطلق من بنغازي ومر بدرنا وفزان واليوم قاعد موجود في المنطقة الغربية مازلنا مستمرين معاكم مشاهدين الكرام ونتكلموا على خبر الخبر هذا مش هيكون خبر جيد بالنسبة لجماعات الاسلام السياسي لكن حنتكلموا عليه بعد الفاصل اهلا بكم من جديد في اللحظات هذه طبعا القائد العام للجيش الوطني قاعد يتكلم بشكل مباشر في كلمة نتكلمه الآن على بعد في ثاني كلمة بعد انطلاق العمليات اللي أعلنها الجيش الوطني في يوم 4 أبريل وحنبثوا الكلمة بعد دقائق بعد فترة وجيزة لكن خلوني نستعرض معاكم أهم العناوين العريضة اللي تكلم عليهم القائد العام للجيش الوطني أولا تكلم على الهدف والغاية غاية الجيش الوطني زي ما ذكرها في كلمة اللي قادة تبث الآن مباشر قال ان هدف الجيش الوطني تحرير البلاد من شرقها لغربها من شمالها إلى جنوبها إذن هو يتكلم الآن عن عملية تحرير لكامل التراب الليبي القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر أيضا العنوان العريض اللي قال قائد العام للجيش الوطني هو في اللحظة هذه موجود مباشر تكلم إلى أن الهدف من أهداف الجيش الوطني ومشروع الجيش الوطني قضية أن الشعب الليبي يعيش حياة كريمة وذكر أيضا أن من المفترض أن الشعب الليبي هو اللي يرسم خارطة مستقبلة بإرادة الحرة التصريح هذا تحديدا لما تكلموا على أن من المفترض أن الشعب الليبي هو اللي يرسم خارطة مستقبلة السياسي وخارطة مستقبلة بشكل عام بإرادة الحرة هذه تتناغم مع آخر تصريح وآخر مقابلة للقائد العام للجيش الوطني التي تكلم فيها أن من المفترض شكل الدولة والحياة في ليبيا يقررها الليبيين بعدما يتم تحرير العاصمة طرابلس ويتم تحرير البلد من الإرهاب بانتخابات وديمقراطية شيء يقرر الليبيين هذا يتناغم مع التصريحات السابقة أيضا تكلم ذكار العاصمة طرابلس القائد العام للجيش الوطني في كلمة التي تبث الآن بشكل مباشر قال نريد لطرابلس أن تكون مدينة السلام أن هي تستعيد دورها كعاصمة لكل الليبيين وتعمل المؤسسات فيها من غير ابتزاز أو تهديد طبعا هذا كله فيه إشارة واضحة وإشارة مباشرة للمجموعات المسلحة اللي هي عرقلت قيام المؤسسات وعمل المؤسسات داخل العاصمة طرابلس وعمل القانون وعمل الجيش وعمل الشرط وهذا أيضا مجهود طبعا لما تجيب تشوف في تقارير خبراء الأمم المتحدة الوضع اللي كلنا عارفيننا في العاصمة طرابلس وسيطرة المجموعات المسلحة اللي قد تساوم وتبتز في مؤسسات الدولة إلى آخره بعد دقائق طبعا حنبثوا الكلمة كاملة للقائد العام للجيش الوطني هي الثاني كلمة بعد أول كلمة كانت في يوم 4 أبريل لما أعلنوا انطلاق العمليات العسكرية لتحرير عاصمة طرابلس لما أعلنها الجيش الوطني أيضا تكلم على نقطة مهمة جدا لها علاقة بالمنشآت والمؤسسات الموجودة في العاصمة طرابلس وصل قوات المسلحة وقوات الجيش الوطني والقوات المساندة أنها تحافظ على منشآت طرابلس وعلى المباني السكنية وأيضا على سلامة الناس وسلامة المدنيين إذن خلوني نذكر بعنوانين مهمات جدا في الكلمة اللي قاعد يقول فيها الآن القائد العام للجيش الوطني اللي هو غاية الجيش الوطني أو أهدافه البعيدة لما نتكلم بعد تحرير العاصمة طرابلس أن الشعب اللي هو اللي يرسم خارطة المستقبل السياسي بإرادته الحرة زي ما قال القائد العام للجيش الوطني الكلمة هذه طبعا الناس واجدت رقبتها خصوصا أن هي ثاني كلمة ونحن قاعدين الآن في رابع شهر وما زالت المعارك مستمرة لعند اللحظة هذه في تقدم ضفيف للجيش لما نتكلم الآن عن المعارك المستمرة جنوب العاصمة طرابلس بين المجموعات المسلحة وبين قيادة العامة للجيش الوطني بعض دقائق حنبثوا الكلمة كاملة وتشوفوا مع بعضنا العناوين العريضة شن هي الرسائل اللي فيها لابد أن هي طبعا تحتوي رسائل في الداخل وفي الخارج أيضا ونتكلموا على ربع شهر الآن والجميع قاعد يراقب لما تحكي عن المجتمع الدولي تحكي عن الأسرة الدولية تحكي عن الدول المؤثرة والفاعلة في ملف الأزمة الليبية المعيار اللي موجود الآن عند المجتمع الدولي اللي هو الواقع الميداني الواقع العسكري قاعدين نحكوره الآن على القوى الفاعلة الحقيقية القوى اللي تشكل في الواقع الأمنى في ليبيا واللي دخلت الآن في صدام حقيقي تحكي على قوات الجيش الوطني وتحكي عن المجموعات المسلحة اللي الآن متحالفة وموالية لحكومة الوفاق إذن من جديد وللتذكير القائد العام لجيش الوطني في كلمة اللي قادة تبث الآن المباشر اللي حن نشرها طبعا بشكل عاجل قال نريد لترابلس أن تكون مدينة السلام وأن تستعيد دورها عاصمة لكل الليبيين وأن تعمل المؤسسات فيها دون ابتزاز ودون أي تهديد هذا من العناوين العارضة اللي ذكرها الآن في الخمس دقائق اللي قاعد يحكي فيهن مباشر القائد العام لجيش الوطني وأيضا التوصيات اللي تكلم عليهم القائد العام لجيش الوطني للقوات الجيش الوطني للقوات المساندة الحفاظ على المشاءات والحفاظ على المؤسسات والحفاظ طبعا على سلامة المدنيين هذا كلها طبعا تناغم مع الساعة السفر اللي أعلنها الجيش الوطني وشفنا نوع من التحشيد الهائل وشفنا معارك هي الأعنف من نوعها أمس أو لمس والجميع تابع وربما تبعتوا جزء كبير منك تابع على مساحاتنا الإخبارية نقلنا تفاصيل الاجتباكات المسلحة وتقريبا المحاور كلها قاعدة مشتعلة الآن والمعارك قادمة ما زالت مستمرة بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة سنبثوا بعد دقائق لما تجهز الكلمة كلمة القائد العام للجيش الوطني وانتابعهم بعضنا على الشاشة نشوفوا أهم الرسائل اللي هي تتضمنهم هذا كلها طبعا يجي في توقيت نتكلموا على حركة للمجلس الرئاسي ونتكلموا على حكومة الوفاق وخلوني نأخذ معك مشوية أخبار محلية سياسية لأن بعدنا بنحكو عن خبر هو خبر حيكون طبعا موقع سيء زي ما ذكرنا بالنسبة لجماعات الإسلام السياسي في ليبيو وفي العالم كله الخبر الخبر اللي موجود عندنا الآن علمة 218 من المصادر خاصة أن رئيس المجلس الرئاسي فيز السراج بعد وصوله إلى تونس عقد اجتماعا غير معلن مع رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري انتهى الخبر طبعا ما انتهيتش القصة انتهى الخبر وما انتهيتش قصة الآن لما تشوف الخبر السراج تلقى مع المشري في تونس شن هي الدلالات اللي والله ممكن تقراها في الخبر ما وراء الخبر زي ما يقولوا الآن كان حيكون خبر عادي لو أن الاجتماع عظها صار زي ما يصير دائما في العاصمة طرابلس لكن شن هي الأسباب الآن اللي تمنع السيد خالد المشري من لقاء فايز السراج داخل العاصمة طرابلس بكل أريحية وبشكل سلس زي ما تعودنا كيف ممكن تقرأ الخبر هذا هل البيئة السياسية الآن داخل العاصمة طرابلس معاش تمت مناسبة للقاء مع الانشقاقات الأمنية والتصدعات السياسية اللي تمت واضحة الآن في تحالف الوفاق الإخوان المسلمين قاعدين في جهة ثوار طرابلس قاعدين في جهة ثانية المجموعات المسلحة اللي تتبع مدينة مسلطة قاعدة في جهة ثالثة لقاء يجمع في المشري مع السراج في تونس خرج العاصمة طرابلس وفي شيء مهم طبعا لازم النوهولة هو بصراحة محزين ومؤسف إن المجموعات السياسية الانتهازية هذه قاعدة تستغل في انفتاح الدول الشقيقة والدول الجارة على الجميع الدول قاعدة منفتحها على الجميع وقاعدة تستغل في الجزئية هذه عشان تجتمع في اجتماعات سرية اجتماعات غير معلنة اجتماعات بالمناسبة راهي موقفتش مستمر لأربع عشر ساعة اجتماعات تشارك فيهم قيادات مجموعات مسلحة تشارك فيهم قيادات ميليشيوية اجتماعات يشارك فيها الجميع نفس يعني تشعر أنه في شيء الآن قاعد يطبخ في الخفاء بالمناسبة في جزء كبير راهو من قيادات المجموعات المسلحة اللي تقاتل مع حكمة الوفاق ربما مش هتعجبهم هاللقاءات مشهد التحالفات الآن اللي تشكل في تحالف حكمة الوفاق لما تجيب يجي تاخذ وتشوفها هو كالتالي قاعدين نشوفوا الآن في مجموعة من الأخوة الأعداء خلونا نسموهم الأخوة الأعداء هذا هو الواقع اللي كلهم كانوا رفعين سلاح في وجوه بعضهم لعند فترة قريبة جدا لعند السنة اللي فاتت لعند قبل أربع أبريل فيه جزء كبير من سوء النية قاعد مبيت من الجميع للجميع نتكلمه تحديدا داخل تحالف الوفاق العسكري والسياسي أيضا فيه شعور غبن قديم قاعد عند المجموعات المسلحة اللي تتبع مدينة العاصمة طرابلس وقاعد يتجدد ضد المجموعات المسلحة اللي في المقابل تتبع في مدينة مسلحة خصوصا في قضية ومسألة احتكار السلاح اللي تنزل فيه حكومة الإسلاميين والأخوة المسلمين التركية في طرابلس مسلحة وتستحوذ عليها المجموعات المسلحة اللي هي تتبع في مدينة مسلحة فيه زعلو فيه غبن كبير من المجموعات المسلحة اللي تتبع collective وفيه حتى نوع من الانشقاقات وفيه عدم تنسيق إلى آخرين التخاذل طبعا بالنسبة لحدد كبير من المجموعات المسلحة وخلوني نرجع من جديد والكلمة يبدو أنها جاهزة كلمة القائد العام للجيش الوطني خلونا نتابعوها مع بعضنا مشاهدين الكرام نشوفوا شون تضمنت ونرجعوا من جديد للتعقيب بسم الله الرحمن الرحيم أبناء جنود وضباط صف وضباط قواتنا المسلحة من مختلف ربع أرضنا الطيبة الشريفة المرابطون حول العاصمة المعتصمون بحبل الله المنتصرون بإذنه وعونه وبدعم شعبكم وبإرادتكم التي لا تقهر وبإيمانكم بواجبكم الوطني والجهادي في الدفاع عن ليبيا أرضا وشعبا بأرواحكم ودمائكم وبكل ما آتاكم الله مقوة نطمئنكم ونطمئن كل الليبيين الشرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب الهدف الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء والجرحى من أبنائه من رفاق لكم كانوا بالأمس القريب معكم جنبا إلى جنب تواجهون معا عدوا متوحشا لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلا في طغيانه وبشاعة جرائمه واستخفافه بقيمة الإنسان خليفة الله في أرضه حتى قسمتم ظهره ونكستم رايته راية التوحش والرعب والشوم الهدف الذي يتطلع إلى بلوغه كل الليبيين الأحرار بعد طول انتظار وبعد أن تجاوزت بهم المعاناة وحياة القهر والبؤس حدود الصبر والتحمل وليس لهم من أمل في بلوغه بعد الله إلا أنتم فأنتم الحصن المنيع والدرع الواقي وأنتم لهب النار الحامية التي تحرق كل من يعتدي على كرامة شعبنا ويستخف بآدميته ويعمل على تركيعه وإذلاله وجعل حياته شقاء وبؤسا أنتم المدفع والدبابة والطائرة القاذفة والزورق الحربي والراجمة والبندقية التي لا يصمد أمامها الإرهابيون مهما بلغ عددهم وعتادهم أنتم القوة الضاربة التي تحمي الشعب وتقهر أعداءه وتعيد الوطن سيادته ولشعبنا مكانته الرفيعة بين الأمم أنتم الذين عرفكم الشعب أسودا في ميادين القتال وأبهرتم العالم بشجاعتكم ورباطة جعشكم أنتم اليوم من يصنع الطاريخ ليكون فخرا لأجيالنا القادمة كما نفخر نحن بطاريخ أجدادنا المجاهدين أنتم عماد الدولة ورمز السيادة وحماة الوطن هدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا ويحيى شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة وينعم بما منى الله عليه من خيرات ونعم وبعد هذه المسيرة النضالية الظافرة نحو هذا الهدف السام النبيل وما قدم جيشنا والقوى المساندة له عبر مشوارها الطويل من تضحيات سيرفع الشعب والجيش معا راية النصر في قلب العاصمة قريبا بإذن الله معلنين تحريرها وانتصارنا فيها على الإرهابيين وأعوانهم وعلى كل من حمل السلاح ليرعب المواطنين ويعتدي على حرماتهم وأملاكهم وينال من كرماتهم لتصبح يا طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها ومن دخلها فهو آمن وتستعيد دورها ومكانتها عاصمة لكل لبيين وتعمل مؤسسات الدولة فيها دون ابتزاز أو تهديد وحين يتقدم الجيش قريبا وينتشر في ميادينها وشوارعها وعزقتها ليكسر قيدها ويفك أسرها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فكونوا أيها الأبطال عند حسن ظن شعبكم بكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وحين تدخلوها أحرص على سلامة إخوانكم في العاصمة وبيوتهم حرصكم على والديكم وأبنائكم وبيوتكم ولا تأخذكم رعفة أو شفقة بمن ظل السبيل وأغواه الشيطان وأخذته العزة بالإثم ورفع السلاحة ليصدكم عن تحرير طرابلس درة ليبيا وعاصمتها الجريحة وحافظوا على مرافقها ومنشآتها واتزموا بما يسر عن قادتكم من تعليمات ولا تعتدوا واتقوا الله حق تقاتي اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم وفي شرفكم العسكري واعلموا أن الله مع الصابرين وأنه لا غنيمة إلا النصر وما النصر إلا من عند الله بسم الله الرحمن الرحيم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم النصر للوطن والمجد والخلود لشهدائنا ولن يضيع دم شهدائنا سدى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته إذن كانت هذه كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أول دلالة وأول رسالة واضحة موجودة في الكلمة هي أن الجيش الوطني ماشي وقوات الجيش الوطني ماشية في اتجاه الحسم العسكري هذا شيء واضح من كل التفاصيل اللي ذكرها المشير خليفة حفتر تكلم بوضوح عن أن عملية تحرير طرابلس ماشية وماشية باتجاه كبير جدا وفي وقت قريب جدا ما حددش الوقت تحديدا لكن تكلم على أن هذه هي الهدف وهذا هو الغاية ونحن ماشيين فيه وواضح أساسا أنه عند اللغة أنهم ماشيين فيه بشكل صارم وبشكل حازم إذن ما عاش نحكو الآن على موضوع أو اقتراحات لوقفة لقناء أو غيرها الرسالة الآن كانت واضحة في كلمة المشير خليفة حفتر تكلم بوضوح أن الجيش الوطني وقوات الجيش الوطني قاعدة ماشية في قضية تحرير وفي قضية تصعيد العسكري وتحرير العاصمة طرابلس تقريبا المضموم أن الآن كلها في الرسالة وفي كلمة المشير خليفة حفتر أغلب شيء يركز فيه على القوات قوات الجيش الوطني القوات المساردة اللي موجودة الآن في المحاور وكان فيها طبعا نوع من الحديث عن ما بعد التحرير وما بعد الحسم العسكري تكلم على ضرورة احترام المنشآت والمؤسسات واحترام حياة المدنيين وتكلم أيضا عن طرابلس ودورها التاريخي كعاصمة لليبيا من المفترض أنها تجمع كل الليبيين من المفترض أنها تعمل فيها المؤسسات بكل أريحية من غير ما تكون في مجموعات مسلحة تبتز أو تساوم أو تعرق العمل المؤسسات في ليبيا أيضا مازلنا في قعدين في قصة الرسائل لقوات الجيش الوطني القوات المساندة الموجودة الآن في المحاور اللي هي مشتعلة ونتبع في أخبارها معاكم أول بأول ولحظة بلحظة وصل قوات وكل أفراد وضباط الجيش الوطني أنهم يلتزموا التزام كامل بتعليمات القيادات القيادات العسكرية الموجودة الآن في المحاور والقادة الميدانيين أيضا تكلم على قضية ضرورة احترام قضية نتكلم على حقوق الإنسان واحترام حياة المدنيين وأشقاء كم تكلم في طرابلس في العاصمة طرابلس المضمون بالكامل الآن يشير وتقدر بكل بساطة تشوف أن الجيش الوطني الآن ماشي في قضية الحسم العسكري وماشي في اتجاه التصعيد ربما الأيام الجاية وبناء على الكلمة هذه للقائد العام للجيش الوطني سنشهد تصعيد كبير في المحاور وفي عملية الحسم العسكري الرسالة هذه طبعا جات أو الكلمة هذه جات نتنحكو عليها هي ثاني كلمة من أول ظهور له أو أول تسجيل صوتي آسف لمشير خليفة حفتر في يوم 4 أبريل وكلمة الشهيرة لتحرير العاصمة هذا طبعا كان ثاني ظهور ولكن على مرة طبعا صوتا وصورة والكلمة هذه طبعا تؤكد زي ما حكينا أن قضية الذهاب في الحسم العسكري الآن يبدو أنه هو الخيار الوحيد المطروح وخلونا من جديد نعاود ونشوفهم بعضنا كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر جنود وضباط صف وضباط قواتنا المسلحة من مختلف ربوع أرضنا الطيبة الشريفة المرابطون حول العاصمة المعتصمون بحبل الله المنتصرون بإذنه وعونه وبدعم شعبكم وبإرادتكم التي لا تقهر وبإيمانكم بواجبكم الوطني والجهادي في الدفاع عن ليبيا أرضا وشعبا بأرواحكم ودمائكم وبكل ما آتاكم الله بقوة نطمئنكم ونطمئن كل الليبيين الشرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب الهدف الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء والجرحة من أبنائه من رفاق لكم كانوا بالأمس القريب معكم جنبا إلى جنب تواجهون معا عدوا متوحشا لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلا في طغيانه وبشاعة جرائمه واستخفافه بقيمة الإنسان خليفة الله في أرضه حتى قسمتم ظهره ونكستم رايته راية التوحش والرعب والشوم الهدف الذي يتطلع إلى بلوغه كل اللي بين الأحرار بعد طول انتظار وبعد أن تجاوزت بهم المعاناة وحياة القهر والبؤس حدود الصبر والتحمل وليس لهم من أمل في بلوغه بعد الله إلا أنتم فأنتم الحصن المنيع والدرع الواقي وأنتم لهب النار الحامية التي تحرق كل من يعتدي على كرامة شعبنا ويستخف بآدميته ويعمل على تركيعه وإذلاله وجعل حياته شقاء وبؤسا أنتم المدفع والدبابة والطائرة القاذفة والزورق الحربي والراجمة والبندقية التي لا يصمد أمامها الإرهابيون مهما بلغ عددهم وإعتادهم أنتم القوة الضاربة التي تحمي الشعب وتقرأ أعداءه وتعيد الوطن سيادته ولشعبنا مكانته الرفيعة بين الأمم أنتم الذين عرفكم الشعب أسودا في ميادين القتال وأبهرتم العالم بشجاعتكم ورباطة الجأشكم أنتم اليوم من يصنع الطاريخ ليكون فخرا لأجيالنا القادمة كما نفخر نحن بطاريخ أجدادنا المجاهدين أنتم عماد الدولة ورمز السيادة وحماة الوطن هدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا ويحيى شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة وينعم بما منى الله عليه من خيرات ونعم وبعد هذه المسيرة النضالية الظافرة نحو هذا الهدف السام النبيل وما قدم جيشنا والقوى المساندة له عبر مشوارها الطويل من تضحيات سيرفع الشعب والجيش معا راية النصر في قلب العاصمة قريبا بإذن الله معلنين تحريرها وانتصارنا فيها على الإرهابيين وأعوانهم وعلى كل من حمل السلاح ليرعب المواطنين ويعتدي على حرماتهم وأملاكهم وينال من كرماتهم لتصبح يا طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها ومن دخلها فهو آمن وتستعيد دورها ومكانتها عاصمة لكل لبيين وتعمل مؤسسات الدولة فيها دون ابتزاز أو تهديد وحين يتقدم الجيش قريبا وينتشر في ميادينها وشوارعها وعزقتها ليكسر قيدها ويفك أسرها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فكونوا أيها الأبطال عند حسن ظن شعبكم بكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وحين تدخلوها أحرص على سلامة إخوانكم في العاصمة وبيوتهم حرصكم على والديكم وأبنائكم وبيوتكم ولا تأخذكم رعفة أو شفقة بمن ظل السبيل وأغواه الشيطان وأخذته العزة بالإثم ورفع السلاحة ليصدكم عن تحرير طرابلس درة ليبيا وعاصمتها الجريحة وحافظوا على مرافقها ومنشآتها واتزموا بما يسر عن قادتكم من تعليمات ولا تعتدوا واتقوا الله حق تقاتي اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم وفي شرفكم العسكري واعلموا أن الله مع الصابرين وأنه لا غنيمة إلا النصر وما النصر إلا من عند الله بسم الله الرحمن الرحيم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينسرون صدق الله العظيم النصر للوطن والمجد والخلود لشهدائنا ولن يضيع دم شهدائنا سدى إذن كلمة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أهم النقاط اللي جات فيها أنه ذكر أنه يكون ويتم تحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب ومن المجموعات المسلحة والناس اللي رفع أسلاحها في وجه الليبيين وقال قريبا من غير ما يحدد وقت أو ساعة معينة لتحرير العاصمة ذكر فقط كلمة قريبا الشيء المهم أيضا أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني أرسل تطمينات لكل الليبيين أن تحقيق الهدف أيضا قريب واستخدم كلمة قريب وهذه ربما تكون رسالة للرأي العام خصوصا أنه في مراقبين تكلموا عن الحاضنة الاجتماعية داخل عاصمة طرابلس للجيش الوطني وكيف أنه ربما استمرار المعارك وطول المعارك ربما هو حيؤثر على الرأي العام فواضح أن الرسالة هذه كان فيها تطمينات كبيرة لكل الليبيين زي ما حكى هو بالحفر واحد أن الهدف أصبح قريب جدا وأن تحرير العاصمة أصبح قريب بوصف المشير خليفة حفتر تكلم أيضا على مكافحة التنظيمات الإرهابية وذكر المسيرة بتاعت ثمان أو سبع سنوات هذه وأيضا إضافة لمكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في العاصمة تكلم على الناس اللي رفعين إسلاح وقادين يبتزدوا في الليبيين وفي المواطنين الليبيين تكلم عن قضية إعادة السيادة وكان أغلب الحديث طبعا هو رسائل لقوات الجيش الوطني والقوات المساندة الموجودة في المحاور كان فيها جزء كبير كلمة تحفيزية لقوات الجيش الوطني وذكر أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة لبيا وطنية وهي رمز للسيادة لما انتكلموا على سيادة البلد تكلم أيضا عن ضرورة عودة الاستقرار والأمان هذه طبعا ربما نقدر نقرها على جانبين رسالة محلية في الداخل في قضية ضرورة عودة الاستقرار وعودة الأمان مطلب متاع كل الليبيين وإيضا تقدر تقرها على جانب أنها رسالة إقليمية ورسالة للمجتمع الدولي بضرورة عودة الاستقرار وعودة الأمان الاستقرار اللي هو أولوية الآن لكل الدول المهتمة الدول المؤثرة الدول المخارطة في ملف الأزمة الليبية الجميع الآن كلها يتكلم عن الاستقرار أيضا ذكروا ونذكروا من جديد بعنوان عريض في كلمة المشير خليفة حفتر اللي هي قضية عودة الريادة لعاصمة طرابلس وأنها تلعب دورها التاريخي ودورها في الحاضر كعاصمة تجمع كل الليبيين كعاصمة يعيش فيها كل الليبيين فيها دولة القانون ودولة المؤسسات بعيدة عن السلاح وبعيدة عن المجموعات المسلحة أيضا الرسائل اللي لقوات الجيش الوطني والقوات المساندة الموجودة في المحاور كيف من الضروري أنهم يلتزموا بتعليمات القادة الميدانيين القادة العسكريين وأيضا وهذا هو الأهم واللي هو ربط بعملية تحرير العاصمة طرابلس قريبا زي ما قال قضية ضرورة الحفاظ على المنشآت وضرورة الحفاظ على حياة المدنيين إذن الكلمة هذه اللي كانت مرتقبة للقائد العام لجيش الوطني اللي تضمنتها الرسائل هذه وجزء منها زي ما ذكرنا كان تحفيزي لأفراد المؤسسة العسكرية اللي قادرين يقاتلوا جنوب العاصمة طرابلس نتكلموا من 4 أبريل نتكلموا ونحن دخلين في الشهر الرابع ونتكلموا أيضا على التحديات والتعقيدات وخيارات الجيش الوطني في خلال 4 أشهر ونتكلموا في المقابل على الخيارات الموجودة عند المجموعات المسلحة واضح زي ما ذكرنا من البداية أن الكلمة هذه تضمنت خيار واحد وواضح أنه هو خيار الحسم العسكري ربما يفهم منها أن الأمور حتتجه نحو تصعيد عسكري ونحن نتكلموا على المشير خليفة حفتر اللي قادر حتكون تحرير العاصمة أو حيكون تحرير العاصمة قريب جدا من غير ما يذكر زمن أو يعطي ساعة محددة لعملية التحرير أهم النقاط هذه اللي جت في كلمة المشير خليفة حفتر أكيد يبدأ التداول الآن ويبدأ النقاش عليه ويبدأ السؤال عن رسائلها الضمنية ورسائلها المباشرة وأكيد جزء المهم منها مكافحة التنظيمات الإرهابية وأيضا قضية التأكيد على ضرورة أن ليبيا تصبح بلد مستقر هذا اللي قلنا فيه رسائل أقليمية لدول جوار ورسائل دولية ورسائل طبعا محلية بحكم أنه هو مطلب الجميع الآن بعد ثمان سنوات وهي قضية الاستقرار وقضية عودة الأمن والأمان للبلد نتكلم أن وظيفة الجيش الوطني وهدف غاية الجيش الوطني من البداية هي تحرير كل البلد من التنظيمات الإرهابية ومن الجريمة المنظمة نتكلمه من بنغازي إلى درنا إلى فزان يا طرابلس هو قال شرقا وجنوبا وغربا وشمالا نتكلم عن كل الاتجاهات في رسالة أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة لكل الليبيين وهي مؤسسة الجيش الوطني اللي فيها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب فيها من كل مكان وأنه هو هدفها وغايتها فقط تحرير البلد نتكلم طبعا عنه ما بعد الحسم العسكري وما بعد تحرير العاصمة طرابلس كيف أن هذا الشأن حيكون للليبيين يقرروه الليبيين بإرادتهم الحرة لم يتم التخلص من السلاح لم يتم احتكار السلاح هذين من التفاصيل اللي جن ضمنيا في كلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني إذن أغلب التفاصيل اللي احتواتهم الكلمة هذه كلمة المشير خليفة حفتر كان في جزء منها تحفيزي لأفراد المؤسسة العسكرية لقادلين وقاتل اليوم كان يفهم منها أيضا أن الجيش الوطني ماشي في اتجاه التصعيد العسكري ويفهم منها أيضا أن الخيار الوحيد المطروح قدام الجيش الوطني واللي أكد عليه المشير خليفة حفتر هو قضية تحرير العاصمة قريبا من غير ما يذكر زمن أو يذكر ساعة التحرير الساعة اللي يتكلم فيها وأيضا الرسائل اللي كانت موجهة للليبيين رسائل التطمينات أن تحقيق الهدف اللي يتكلم عليه الجيش الوطني من سنة 2014 من أول ما طلقت عملية كرامة في بنغازي أصبح الآن قريب جدا وزي ما ذكرنا هو تطمينات للرأي العام سواء في داخل العاصمة طرابلس أو سواء في الشرق أو سواء في الجنوب أو سواء في كل مكان ونحن نتكلم على أن الرأي العام أحيانا بعد تطول المعارك ويطول آمد المعارك ربما يصير فيه نوع من التغيير في الأفكار وكذا فوضح أنها هي رسالة تطمينية أيضا نتكلم عن مكافحة التنظيمات الإرهابية ومكافحة المجمعات المسلحة وأن هذا جهد كبير من أفراد المؤسسة العسكرية التي تشكلت نواتها في بنغازي في 2014 وأن هذا هو مجهود وطني وأن المؤسسة العسكرية مؤسسة ليبية وطنية وهي الآن أصبحت رمز لسيادة البلد ورمز لاستقرار البلد وعودة لاستقرار أيضا الشيء المهم نتكلم عليه المشير خليفة حفتر أن من أهم مؤغايات أهداف المؤسسة العسكرية وقوات الجيش الوطني أن الشعب الليبي يعيش حياة كريمة تقريبا نقدر نقوله أن بعض الجمل وبعض العنوين العريضة اللي ذكرها أن المشير خليفة حفتر هذا هو الشيء المعمول به لما نتكلم عن المهام الموجودة في كل دستير العالم لتنص عليها وظيفة الجيوش حماية البلد لاستقرار مكافحة الإرهاب مسألة الأمن القومي حماية الدستور إلى آخر هذا كله تضمن هنا النقاط اللي تكلم عليه أن المشير خليفة حفتر في كلمة الليلة وتكلم أيضا أن طرابلس من المفترض أنها تكون مدينة سلام ما هيش مدينة حرب أنها تستعيد زي ما ذكرنا دورها التاريخي وأنها تكون العاصمة لكل لبيين وأن تعمل فيها المؤسسات بشكل طبيعي من غير ابتزاز ومن غير أي تهديد طبعا في إشارة للثمان سنوات اللي اشتغلت فيها المجموعات المسلحة اللي أصبحت تهيمن على القرار السياسي والأمني والاقتصادي داخل العاصمة طرابلس إذن كلمة كلمة المشير خليفة حفتر نحن قاعدين الآن في الشهر الرابع تؤكد من جديد وهذا هو الواضح الآن في تفاصيل الكلمة أن الجيش الوطني ماشي في خيار التصعيد العسكري ماشي في خيار الحسم العسكري وهذا طبعا فيه إشارة لكل الدول اللي تتكلموا اللي تشتغل على مشروع ربما تحاول أن هي تقرب وجهات النظرة في مشروع قضية وقف اطلاق نار غير مشروط إلى آخرة تقريبا الأمور حسمت من خلال الكلمة اللي قالها الآن المشير خليفة حفتر في قضية الحسم العسكري أيضا نذكر بالرسالة لقوات الجيش الوطني والقوات المساندة الموجودة في المحاور بما فيها من توجيه بما فيها من التزامات ضرورية بتعليمات القيادات العسكرية الموجودة ميدنيا وأيضا الأهم حماية المدنيين المحافظة على أرواح الناس المحافظة على المنشآت المحافظة على البنية التحتية إلى آخره هذين من أهم التفاصيل وأيضا تكلم من جديد على أن عملية تحرير العاصمة طرابلس قريبة من غير ما يذكر الزمن تحديدا وهذا شيء ربما يجيب عليه المستقبل خلال الأيام الجاية ونحن نتابع الآن في المعارك المستمرة بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة التابعة للوفاق قبل ما نختمه نشوفه من جديد كلمة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني جنود وضباط صف وضباط قواتنا المسلحة من مختلف ربوع أرضنا الطيبة الشريفة المرابطون حول العاصمة المعتصمون بحبل الله المنتصرون بإذنه وعونه وبدعم شعبكم وبإرادتكم التي لا تقهر وبإيمانكم بواجبكم الوطني والجهادي في الدفاع عن ليبيا أرضا وشعبا بأرواحكم ودمائكم وبكل ما آتاكم الله مقوة نطمئنكم ونطمئن كل الليبيين الشرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب الهدف الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء والجرحى من أبنائه من رفاق لكم كانوا بالأمس القريب معكم جنبا إلى جنب تواجهون معا عدوا متوحشا لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلة في طغيانه وبشاعة جرائمه واستخفافه بقيمة الإنسان خليفة الله في أرضه حتى قسمتم ذهرها ونكستم رايته راية التوحش والرعب والشوم الهدف الذي يتطلع إلى بلوغه كل اللي بين الأحرار بعد طول انتظار وبعد أن تجاوزت بهم المعانات وحياة القهر والبؤس حدود الصبر والتحمل وليس لهم من أمل في بلوغه بعد الله إلا أنتم فأنتم الحصن المنيع والدرع الواقي وأنتم لهب النار الحامية التي تحرق كل من يعتدي على كرامة شعبنا ويستخف بآدميته ويعمل على تركيعه وإذلاله وجعل حياته شقاء وبؤسا أنتم المدفع والدبابة والطائرة القاذفة والزورق الحربي والراجمة والبندقية التي لا يصمد أمامها الإرهابيون مهما بلغ عددهم وإعتادهم أنتم القوة الضاربة التي تحمي الشعب وتقرأ أعداءه وتعيد الوطن سيادته ولشعبنا مكانته الرفيعة بين الأمم أنتم الذين عرفكم الشعب أسودا في ميادين القتال وأبهرتم العالم بشجاعتكم ورباطة الجأشكم أنتم اليوم من يصنع الطاريخ ليكون فخرا لأجيالنا القادمة كما نفخر نحن بطاريخ أجدادنا المجاهدين أنتم عماد الدولة ورمز السيادة وحماة الوطن هدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا ويحيى شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة وينعم بما منى الله عليه من خيرات ونعم وبعد هذه المسيرة النضالية الظافرة نحو هذا الهدف السام النبيل وما قدم جيشنا والقوى المساندة له عبر مشوارها الطويل من تضحيات سيرفع الشعب والجيش معا راية النصر في قلب العاصمة قريبا بإذن الله معلنين تحريرها وانتصارنا فيها على الإرهابيين وأعوانهم وعلى كل من حمل السلاح ليرعب المواطنين ويعتدي على حرماتهم وأملاكهم وينال من كرماتهم لتصبح يا طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها ومن دخلها فهو آمن وتستعيد دورها ومكانتها عاصمة لكل لبين وتعمل مؤسسات الدولة فيها دون ابتزاز أو تهديد وحين يتقدم الجيش قريبا وينتشر في ميادينها وشوارعها وعزقتها ليكسر قيدها ويفك أسرها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فكونوا أيها الأبطال عند حسن ظن شعبكم بكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وحين تدخلوها أحرص على سلامة إخوانكم في العاصمة وبيوتهم حرصكم على والديكم وأبنائكم وبيوتكم ولا تأخذكم رعفة أو شفقة بمن ظل السبيل وأغواه الشيطان وأخذته العزة بالإثم ورفع السلاحة ليصد ليصدكم عن تحرير طرابلس درة ليبيا وعاصمتها الجريحة وحافظوا على مرافقها ومنشآتها واتزموا بما يسر عن قادتكم من تعليمات ولا تعتدوا واتقوا الله حق تقاتي أتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم وفي شرفكم العسكري وأعلموا أن الله مع الصابرين وأنه لا غنيمة إلا النصر ومن نصر إلا من عند الله بسم الله الرحمن الرحيم وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم النصر للوطن والمجد والخلود لشهدائنا ولن يضيع دم شهدائنا سدى إذن وصلنا إلى نهاية حلقة بلاد الليلة مشاهدين الكرام مع كلمة المشير خليفة حفتر اللي نذكره في جزئية أخيرة أنه أكد وكرر على قوات الجيش الوطن أنها تعتدي وأنها تراعي الله في سكان العاصمة تحياتي أنا خليل حاسي وإذن تحيات فريق عام البرنامج لبلاد نتمنى لكم أمسية طيبة اشتركوا في القناة